سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكو العافية. في اللقاء هذا ان شاء الله رح نصمم شاشة كمبيوتر زم هو امامنا هيك باستخدام تقنية البوكس مودلينج وباستخدام امر الاكسترود. خلينا نيجي نشوف راح اجي على فايل انيو جنرال. راح احذف الاضاءة والكاميرا. واحول البوكس هدا اللي عندي لشاشة كمبيوتر. علشان اعمل هيك انا مش احتاج اعمله بهايك شكل. تقريبا هيك شكله شاشة كمبيوتر. ممكن يبقى هيك ابعاده. سميك كتير وبالتالي راح ارفعه. تقريبا بهايك شكل. الان ادخل على ال احدده بزير تاب بختار ال احدده بختار فيسز رقم تلاتة. وبحدد الفيس اللي هان. علشان اعمل بختار زر اي من لوحة المفاتيح. بضغط عليه. وبعدين بختار حرف الاس عشان نعمل وبعمل هيك شكله. تقريبا بهايك شكله. الان عن عايز اضبط الابعاد اللي هانا. راح اجي اعمل اختار واجي اوسع المنطقة شوية صغيرة. تقريبا هيك اشي. الان راح نختار زاوية تانية. واجي اعمل كمان مرة اكسترود حرف الاي. واسح ولا جوية شوية صغيرة. هده الشاشة اللي عندي. الان اجي من وراء. نفس الكلام اختار الفيس اللي هانا. اختار زر اي من لوحة المفاتيح عشان نعمل اكسترود. بعدين حرف الاس. تقريبا بهايك شكل. ممكن اعملها سكيل. عايز اعمل اكسترود للفيس اللي تلعي عندي هده. راح اختار حرف الاي. واسحب الابرة شوية صغيرة. المنطقة هادي عايز اعملها اكسترود فبختارها. بدغط على حرف الاي. بعدين حرف الاس. بعدين حرف الاكس عشان ما عايز اعمل اكسترود فقط على محور الاكس. تقريبا حاجة زي هيك. اجي اعمل اكسترود شوية صغيرة. اعمل محور الواي. بيك شكل. بنعمل اكسترود وطلع فيس جديد حرف الاي. ونزلها تحت. بيك شكل. هيك صار هادا الذراع اللي حامل شاشة كمبيوتر. اسحبها لورها شوية صغيرة. اعمل اكسترود. بعدين حرف الاس. بيك شكل. بتقريبا انا ممكن ارفعها شوية صغيرة. بدنا نعملها كمان مرة اكسترود ونزلها تحت. هيك انا حصالت شاشة الكومبيوتر اللي انا عايزها. ممكن اعطيها خامة. اطلع من ايدت مود. وحدد المجسم. واجه على الخامات. احذف الموجود. واقول له ضيف لخامة جديدة. والخامة هاد انا يعايز لونها يبقى غامج. بيك شكل. عشان اشوف التأثيرات. راح اجي على فيو بورد شيدنج هادا. وخلينا اغامجها. شوية صغيرة. خاصية الرفنس. اقليلها شوية صغيرة. بيك شكل. عايز الشاشة يبقى في عليها صورة هنا. فراح ادخل على ال ايدت مود. واختار الفيس هادا. واجه اعطي خامة خاصة للفيس هادا. علشان منها. الان طلع البوكس هادا. بقول لحمل الصورة اللي انت عايزها. راح اضغط على اوبن. واختار الصورة اللي انا عايزها. نفترض الصورة هادي. وهي اوبن. الان الصورة ظهرت عندي لكن بطريقة غير واضحة. في حاجة اسمها يو في. اول مرة اتعمل معها. بس خلينا نشوفها. لو اخترت الصورة اللي عندي هنا. خلينا بس احول اه فيو بورد شيدنج هادا. عشان تظهر الصورة اللي عندي. وانا مختار الفيس هادا. الان لو انا اجيت على المنطقة هادي. ونزلتها. بيان عندي الوجه تبع العصفور. اللي راح اعمله. راح اعملها سكيل. تقيم ان راح اجيب هادول هنا. النقاط. وافرد الصورة هيك. بيك شكل. الصورة يعني عايزة تعملها دوران. ممكن اجي على ادات الدوران هنا. تقيم ان العصفور لازم يجي زي هيك. وعود ازبط الابعد اللي عندي هادول. احدد النقطين هادولا. ونزلو من تحت زي هيك. نفس الكلام. نفس الكلام من هنا. ومن هنا. هيك انا ضبطت مكان الصورة على الفيس اللي انا عايزه. ارجع على اللي ياتو اللي عندي. هي الصورة تبعتي. ممكن اخلي الصورة مضيئة. او خليها اكثر نصاعة. علشان اجي عمل الكلام هادة راح اروح على الشيدنج. هاي الخام اللي انا عندي. هاي الصورة اللي انا معطيها لخاصية البيس كالر. هاد الصورة راح اعطيها في نفس اللحظة لحاجة اسمه اميشن. فرح ااخد الصورة هاده. راح تبقى معطالة للون. وفي نفس اللحظة راح تبقى معطالة للاضاءة. اول ما اضبط القيمة هاده مباشر. راح هلاحظ ان الصورة صارت اكثر وضوحة. اه ارجع على ليوت. هاي المشهد اللي عندي. هيك انا صمامة شاشة الكمبيوتر وضفت عليها الخامات المناسبة. واستخدمت لاول مرة امر اكستروت. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.